اهلا بكم تمر بعد أيام الذكرى العشرون للغزو الأمريكي للعراق والذي دمر أسس الدولة وبنيتها التحتية وفجر الانقسام الطائفي والقومي في صفوف المجتمع العراقي نجحت الولايات المتحدة في صياغة مشروع سياسي طائفي وقومي عززت من خلاله مفهوم الانقسام والمحاصصة الطائفية السياسية تسبب هذا المشروع السياسي في جملة من الكوارث خلال العشرين سنة الماضية والتي تمثلت في تبوء العراق المراتب المتقدمة في الفساد الحكومي ونهب المال العام وملايين القتلى والمغيبين قصرا والمهجرين والنازحين وتفشي شتى الأمراض والتشوهات والانحرافات المجتمعية وعصابات الجريم المنظمة وغيرها الوضع في العراق ونحن على عتبة الذكرى السنوية العشرين لاحتلال العراق ومستقبل العملية السياسية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا فشل الاحتلال الأمريكي في إنتاج ديمقراطية حقيقية وحول العراق إلى دولة محطمة تديرها حكومات فاشلة وفاسلة ولماذا أصر الاحتلال الأمريكي على تصميم نظام سياسي طائفي بعيد كل البعد عن المفهوم والفكر الوطني وهل فعلا أن الحاضر في العراق معتم والمستقبل قاتم في نظر الشعب العراقي والذي يحمل الاحتلال الأمريكي المسؤولية عما انتهى وآل إليه البلد وما هي الصلمات المتعددة التي حمل بها الشعب العراقي لا لسنه الاحتلال كما تقول مجلة بروسبكت الفريطانية ضيف طاولة رافع الفلاحي رفعة الزبيدي ظافر الشمري بعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي المشهد العراقي يزداد قتامة فلا يأتي عام إلا والذي بعده أشد محنة على العراقيين في السياسة والأمن والاقتصاد والحالة المجتمعية والإرث الثقافي مجلة بروسبكت البريطانية لخصت المشهد بقولها إن الغزو الأمريكي للعراق أثبت فشل بناء نظام سياسي في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية وذلك عندما تحجب إرادة الشعب وتدار البلاد بنظام الوصاية بأدوات شكلت العملية السياسية الحالية التي لم تتمكن حكوماتها المتعاقبة من بناء مؤسسات يثق بها العراقيون تؤكد المجلة البريطانية أن الفساد والخلل الوظيفي وانعدام الكفاءة هي السمات البارزة في مؤسسات الدولة على مدار جميع الحكومات المتعاقبة وذلك ما سبب تراهلا وانهيارا في كل القطاعات حيث يتقاض المسؤولون وموظفو الدرجات الخاصة رواتب خيالية تدفعهم إلى الحفاظ على الوضع الراهن وعدم التفكير بالقيام بأي إصلاحات وإنما يفضلون بقاء هذا المناخ الفوضوي الذي كان بيئة مناسبة لتغلغ للفساد في أجهزة الدولة حتى وصلت إلى مرحلة استحالة إصلاحها دون هدمها وإعادة بنائها من جديد ومن تداعيات الانهيار الاقتصادي والخدمي في العراق إلى الواقع الأمني المضطرب الذي شكل الفرصة المواتية لنفوذ الميليشيات التي تتعامل مع الشعب العراقي بما تمليه عليها عقليتها الطائفية التواقى لارتكاب الجرائم نحو مليون شخص أخفوا قصرياً ومئات الآلاف قتلوا وأضعافهم تهجروا ونزحوا فلا يكاد بيت عراقي يخلو من قتل ومفقودين ونازحين وبالنسبة للمجتمع فلقد عملت أدوات الاحتلال على تمزيق نسيجه الاجتماعي ونشر أوبئة التخلف والجهل والمخدرات والعنف في طبقاته ليصبح الشعب العراقي محاصراً بين أنياب الفقر والقلق والتغريب النفسي والفراغ الروحي الغزو الأمريكي لم ينتهي بعد وإنما يعيش العراقيون تداعياته كل يوم طالما أن غيومه السوداء الممثلة بالعملية السياسية لم تغادر سماء العراق بعد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تناقش الحلقة الوضع في العراق الوضع الآن في العراق ونحن على مشارف وعتبة الذكرى السنوية العشرين لغزو واحتلال العراق في طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوريو وسيكون معنا من مشيقان في الولايات المتحدة الكاتب الباحث السياسي أيضاً الأستاذ رفعة زبيدي وسيكون معنا من سدني في استراليا عبر سكايب الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مجال مكافحة الإرهاب أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام جميعاً أياكم الله أهلاً وسهلاً دكتور رافع الاحتلال ونحن نقترب من الذكرى السنوية العشرين للاحتلال الأمريكي والعملية السياسية هذه الحقبة هذا الاحتلال هذه التجربة هناك من يقول والواقع يبدو يقول أنها لم تحمل أي إيجابي للعراق وشعبه على الرغم من كل ما قدم لهذا المشروع من دعم أمريكا حشدت العالم خلف هذه التجربة وخلف هذا الغزو لكن لم يقدم أي شيء إيجابي دقيق هذا الكلام أم هناك تحامل على التجربة الديمقراطية في الإرهاب بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد أولاً وحيي ضيوفك الكرام أهلاً وسهلاً حقيقة حديثك أو سؤالك يذكرني بما قال ابن قلدون والتحدث عن التاريخ يقول يعني اقرأ الماضي لتفهم الحاضر نعم عندما نعود إلى الماضي العشرين سنة اللي مضت بداياتها أو لحد الآن نفهم ماذا حصل في الحاضر الآن من بداية الاحتلال 2003 لحد الآن شاهدنا شكلاً أو نمطاً جديداً من تقريب العراق من تدمير العراق كان مشروعاً للتدمير واضح جداً من البداية أسسة واضحة في أول سلطة شكلت سلطة يعني مهلهلة لكن هم سموها سلطة اللي هي مجلس الحكم بتقسيمات طائفة هلقة الشيعة وهلقة سنة وهلقة ذكرات وبالتالي هاي المحاصصات التي ظهرت واستمرت هذه العملية وإذا نجد أن كل شخص الذين جاءوا وبدستور معد بشكل يخدمهم ويخدم هذه العملية السياسية ما سمعت في العملية السياسية يريد أن يخدم مشروعاً جاء الاحتلال للعراق لتدمير العراق ولا يمكن لأي دعني أقول أولاً لأي محتل أن يأتي لأي بلد كان بالعراق بغير مكان في بيت نام في أي مكان أي محتل يدخل في أي بلد قديماً وحديثاً عبر التاريخ والآن لا يمكن لمحتل أن يأتي لبلد ليبني البلد لينهض بالبلد مستحيل أي محتل يأتي لتدمير بلد لسلبة إرادته لسلبة ثرواته وهذا ما حصل في العراق ومن قالوا أن هذا الاحتلال تحرير وهذا الكلام الفارغ ثبت بعد عشرين سنة أنه مشروع لتدمير العراق وتخريب العراق بعد عشرين سنة عندما تقرأ الماضي مثل ما قلنا ستصل إلى حاضر بالحاضر في فساد أعلى ما يمكن والعراق يتبوأ المراتب العشرين الآن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم البطالة في أعلى صورها لدينا نقابة العمال تتحدث نقيب العمال يتحدث عن أو رئيس اتحاد النقابات العمال يتحدث عن 15 مليون عاطل عن العمل أكثر من 40% من الشباب القادرين على العمل ونحن بلد 65% مننا من الشباب 40% من عند عاطلين على العمل فقراء أكثر من 12 مليون فقير وتعت خط الفقر الغالبية منهم يأكلون من المزابل هذا بلد بهذه الثروات بدت من ثرواته أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار هذه التجربة الرثة هذه التجربة التي تسمى ديمقراطية ليس لها علاقة بالديمقراطية منهج بالتربية والتعليم والثقافة ليصل المجتمع إلى شكل من أشكال الديمقراطية تبدأ من الشارع والبيت والمدرسة هذه نقطة مهمة دكتور وهذه غير موجودة نهائيا وهذه الأحزاب كلها استبدادية السلاح أساس ميليشيات تخدمها لا علاقة للديمقراطية بها فإذن التجربة تجربة رثة تجربة حقيمة تجربة دمرت العراق وقادته إلى قار الهاوية رفعة الزبيدي في باشقن مساء الخير أولا حياكم الله بوش والأمريكيون قالوا أن العراق الجديد الذي نحن بصدده بعد حقبة صدام حسين سيكون واحد الديمقراطية في منطقة مكتظة بالانظمة الاستبدادية سيكون نموذج للديمقراطية نموذج لعلاقة فريدة ومتميزة بين السلطة والشعب هذه التجربة الديمقراطية فشلت أفشلت أم أن الأمريكيين منذ البداية وإن صرحوا أنهم جاءوا لترسيخ الديمقراطية في العراق لاحقا بعد اكتشاف كذبة تسلحة دمار الشامل وما ذلك هذه التجربة الديمقراطية لم يكن في نية الأمريكيين ترسيخ تجربة ديمقراطية وإنما المشروع كان بهدف تدمير العراق كما يقول دكتور رافع والكثير من المراقبين ويبدو تجربة العشرين سنة تقول هكذا الديمقراطية فشلت أم أن الأمريكيين ليس في عقولهم نية لإقامة ديمقراطية شكرا على هذا السؤال يعني حقيقة نحن يعني جزء من حواراتنا ك ندعو إلى إعادة بناء الدولة العراقية وإنهاء كافة إشكال الاحتلال والهيمنة الأجنبية علينا أن ندخل في جولة من المصارحة الوطنية بيننا نعم في مسألة المصداقية الإدارة الأمريكية في اتخاذها حججا لغزو العراق طالما أنه فيما بعد اعترفوا أنه لم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل ولم تكن هناك علاقة مباشرة للعراق مع القاعدة وعدم تحمله هجمات 11 سبتمبر 2001 هذا يعني سقوط المشروع الأمريكي من هذا الموضوع طالما أن المبررات باعتراف أمريكي هي لم تكن صحيحة وبالتالي أن هذه الاستراتيجية التي بنيت عليها سياسة الإدارة الأمريكية في غزو العراق هي باطلة وهذا يعني أن حتى النتائج تكون باطلة بدليل مثلا عندما نقرأ من الداخل الأمريكي مثلا عندك مركز للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأمريكي في العاصمة واشنطن CSIS بعنوان يقول استراتيجية أمريكا الفاشلة في الشرق الأوسط فقدان العراق والخليج كذلك هناك شخصية أمريكية أيضا اسمه مايكل غناتيف يقول أن الأضرار من غزو العراق يكفي أنها عرضت مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المحك وكذلك تعزيز إيران يعني هذه النتائج تعزيز إيران وعدم الاستقرار في العراق لكن عندما تدرس أنت مثلا التاريخ الأمريكي خلال حقبة الحرب الأهلية 1861 إلى 1864 أو 1865 نتج عنه التعديل الثالث عشر بإنهاء العبودية للأفارق الأمريكان هناك كانت إصلاحات في ما يتعلق بنتائج الحرب الأهلية السؤال هل الإدارة الأمريكية وحدها تتحمل هذا الإخفاق والتقرير الذي تفضلتم به يتحدث عن الحاضنة أي أن البيئة العراقية تحولت تدريجيا إلى بيئة حاضنة للفساد المالي والإداري وكذلك العنف الطائفي الذي تم التخطيط له من قبل إيران في مرحلة المعارضة العراقية عندما كانت أحزاب المعارضة العراقية داخل إيران وكذلك تم تجنيدهم ليتحولوا إلى عملاء لإيران ومشاركتهم في الحرب الثمان سنوات هذا حقيقة موضوع جداً مشاهد ويدخل ضمن المصارحة الوطنية لكنني أود أن أقف عند عبارة يمكن أن نستخدمها أن عام الاحتلال الأمريكي 2003 نستطيع أن نعتبره هو زلزال القرن في العراق 2003 ويفترض بهذه المناسبة أن ينكس العلم العراقي عند القوى والشخصيات الوطنية العراقية وكذلك وسائل الإعلام العراقية وأن يتوشح أو تتوشح القنوات التلفزيونية في هكذا حوارات بالوشاح الأسود تعبيراً عن حزننا لما حدث في العراق 2003 رغم أني كنت معارضاً للنظام السابق للأسف الشديد فشلت تجربة الإدارة الأمريكية لم يتنبق النظام الديمقراطي أستاذ ظافر مساء الخير مساء الخيرات عليكم على ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً الأمريكيون في البداية روجوا أنهم بصدد إقامة نظام ديمقراطي كما أسلفنا في العراق وسيكون منطلق لتعميم هذه التجربة لكنهم صمموا نظاماً سياسياً طائفياً وعرقياً بعيداً كل البعد عن الفكرة أو المفهوم الوطني وهذا الحصاد المر هو نتيجة متوقعة لهذا التأسيس الكارثي أو الخاطئ هل كان مأمولاً أن تنجح هذه التجربة الديمقراطية في ظل نظام سياسي طائفي وعرقي يعتاش ويعتاش على الشحن الطائفي وعلى الفساد وغيرها من التشوهات المعروفة في هذا النظام هل كان مأمولاً لهذه التجربة الديمقراطية أن تنجح؟ أولاً الديمقراطية سنعود لتعريف الديمقراطية كما ذكر أخي استاذ رافع وعرج على التاريخ هل هذه التجربة ستنجح؟ التجربة ولدت ميتة كلنا نعلم أن القوى المعارضة التي كانت تسمى قوى المعارضة التي أقنعت الأمريكان باحتلال العراق وأيضاً مسألة تلاقي مصلحة أمريكا في العراق لا تخفى في مجالات كثيرة لكن المسألة المسألة هي أن هذه الأحزاب التي سميت معارضة هي من طرحة فكرة التقسيم أو التسلم السلطة بهذا النهج تأسيس مجلس حكم من خلالها غياب السنة أثر كثيراً الذين كانوا من السنة لم تكن لديهم الرغبة الحقيقية في الدخول مع الأمريكان أو مع أحزاب لها ذات توجه طائفي مذهبي أو توجه قومي شكل النظام قبل أن نتكمل في قضية شكل النظام تحدثت أن التجربة ولدت أصلاً ميتة ولدت ميتة أم أماتتها ظروف عصيبة وتحديات صادفتها خلال عشرين عاماً ظروف إقليمية وظروف دولية حتى الذين كانوا شركاء في هذا النظام السياسي من العراقيين بين قوسين الحقيقة هناك يعني من يحمله المسؤولية الكبيرة عن إفشال هذه التجربة هؤلاء غير ناضجين هؤلاء فاسدين هؤلاء ثأريين طائفيين ولذلك كلها كما يقول طبعاً المراقبون كلها عوامل الحقيقة أماتت التجربة لكنها ولم تكن ميتة من البداية أنا برأيي كانت ميتة من البداية القبول بتوزيع كما قلت برأيي ولدت ميتة من البداية وهذه نتيجة طبيعية يعني حمل كاذب لمشروع ديمقراطي كان حملاً كاذباً لذلك الولادة لم تكن ولادة أو أن الحمل كان ميتاً عملية تقسيم السلطة بين مجاميع طائفية وقومية عرقية ينتج عنه هذا بالتأكيد نحن من البداية نعلم أن الأحزاب الإسلامية الشيعية والأحزاب القومية الكردية كانت تسعى لتأسيس نظام يحفظ لكل الحكم في منطقته كتابة الدستور سنعود أيضاً عليها هذه العملية هذه الولادة لم تكن بناء على وجود تيارات سياسية تمتلك أيديولوجيات للدولة الكرد يسعون لبناء أو لتأسيس دولتهم القومية الشيعة مرتبطين أو الأحزاب الشيعية يكون أداقة الأحزاب الإسلامية الشيعية مرتبطة بمشروع الولي الفقيه الإيراني وبالتالي هناك التضادات لا يمكن أن تكون تجربة ديمقراطية في العراق هناك التجربة الديمقراطية تعني الالتزام بالعقد الاجتماعي الذي نسميه الدستور الديمقراطية تعني الالتزام بالعقد الاجتماعي الذي تتفق عليه مكونات الشعب ويؤسس لنظام إدارة الدولة أول من ضرب بهذا العقد الاجتماعي بعرض الحائط مع نواقصه مع عيوبه هي هذه الأحزاب ضربته كتبته بيدها وبمشاركة رموز دينية وأمريكان ولم يكن هناك فسحة حتى للشعب لقراءة هذا الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه كانت توجيه الرأي واستغلال الحالة الشعبية التي كانت مبتهجة بصورة غالبية بإسقاط نظام صدام حسين كانوا يسعون إلى السلطة وليس إلى الدولة كان السعي للحصول على السلطة وليس لتأسيس دولة هذه الأحزاب ولدت تربت في أحزاب يعني مناخ ضد الدولة منعارض للدولة كل منعارض للقانون يعني أحزاب كانت متمردة حتى على القوانين الجيدة التي كانت موجودة أو حتى على المؤسسات التي كانت موجودة لذلك نحن نعلم أن كل تغيير يحصل تبقى مؤسسات الدولة تحافظ عليها مؤسسات الدولة تم الاستفادة من الطاقات والخبرات الموجودة في إدارة لكن هم أنهوا هذه المؤسسات دمروا هذه المؤسسات بداية من الجيش العراقي ومرورا بالصحة التعليم وكل شيء ما بقي هو النفط الذي نعلم أنه عندما دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد كانت توجهتها وحمايتها لوزارة النفط لما موجود فيها وأيضا حتى البنك المركز أشكرك واضح أستاذ أستاذ منك ومضطر نتوقف عند الفاصل أيضا نستاذ من ضيفنا دكتور رافع ومن رفعة الزبيدي ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال حوارنا ونقاشنا مع ضيوف حلقة طاولة حوار لهذه الليلة يبقوا معنا بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويفذلون المهاجات ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في الوضع في العراق ونحن على مشارف الذكرى السنوية العشرين لغزو واحتلال العراق في الطاولة رافع الفلاحي رفعة الزبيد ضافر الشمري دكتور رافع على الرغم مما قال ضيفنا من سدني ضافر الشمري أنه هذه التجربة أصلا ولدت ميتة ولدت ميتة منذ البداية ويعني لم تمت لاحقا لكن هذا المشروع الحقيقة وهو ميت كسيح معوق قدم له كل الدعم إقليميا ودوليا ويعني الولايات المتحدة حشدت العالم خلف هذا المشروع وما زال وكأنه لا زال ثمت مراهنة على هذا المشروع على الأقل أمريكيا وإيرانيا وربما زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الحالية إلى بغداد جوتيريش ربما تندرج في هذا السياق والإطار النفخ في هذا المشروع ومده بأسباب الحياة والبقاء نعم أنا أشكرك سيد ماجد على هذا السؤال لكن قبل أن أجيبك أريد أن أتوقف عند نقطة سريعة بشكل سريع نعم ما دمنا ما دمنا نتحدث عن احتلال العراق بعد عشرين سنة عن عدوان واضح جدا أريد أن أقول هذا قناعتي وربما الواقع هو يقول هكذا أن من يتحدثون عن أن التجربة الأمريكية فشلت أنا أعتقد أن التجربة الأمريكية في العراق نجحت ولم تفشل لأن ماذا أرادت أمريكا من العراق أرادت أن يصل إلى هذا المستوى في قعر الهاوية ذلك تجربتها ما خططت له هو الناجح نجحت تجربتها ومن جاءت بهم هم رعاة لهذا أو حماة إلى ونواطير لهذا المشروع النقطة الأولى يعني لم يعني ممثل ما قالت كوندليزا رايس نحن فشلنا في بعضنا لم يفشلوا أنا لا أعتقد أن الأمريكيان فشلوا هذا ما أرادوا في العراق ولا هم جاءوا يبنون تجربة مثال للآخرين وابنون عراق متقدم وديمقراطي ومزدهر ومنارة للآخرين هذه كذبة كذبة كبيرة جدا جدا هم جاءوا لتدمير هذا العراق والسيطرة على أمواله ونفطه وهذا ما حصل والمشروع ماضي في طريقه النقطة الثانية من حكموا العراق هؤلاء لم يصمموا هذا النظام ولم يعني يكون دورهم إلا خدمة هذا المشروع فهم في الأساس تم اختيارهم لأنهم قبلوا بالمشروع قبل أن يأتوا عندما كانوا معارضة في مؤتمر لندن خلوهم بالفندق اتفقوا على هذه القضية ومن يقرأ كتاب عاما قضيته في العراق لبريمر سيجد كل هذه التفاصيل سيجد أن الحقيقة أن هؤلاء جاءوا ككمبارس ممثلين وما زال هذا الكمبارس هو الذي يحكم العراق بهذه الطريقة وهو هذا المطلوب هذه النقطة النقطة الإجابة على سؤالك الحقيقة هذه التجربة اللي بيها أكثر من مليون ونص عراقي قتلوا اللي بيها موارد العراق الاقتصادية بددت اللي بيها أكثر من عشر ملايين عراقي هاجروا من العراق كفاءاته أغلب كفاءاته هجرت وهاجرت وجزء من هذه الكفاءات ما نشاهدهم الآن على الشاشة يعني معك بالبرنامج كثير من كفاءاته من أطباء ومهندسين وعلماء وكل المهن وكل الاتجاهات غادروا العراق مو رغبة منهم ومن بقي في العراق اقتل اقتلوا أو همشوه أو قبله بمشروعهم هذا الحقيقة ومن يقبل بمشروعهم ويعمل داخله ضاعت من عنده لكفاءته ولا قدراته ولا تفكيره ولا وضعيته أساسا ولا قدرته على الإبداع والعراق من سيء إلى أسوأ هذه وتحكمه الميليشيات وآخر انتخابات ذلك سيأتي على الأمين العام الممتحدة الذي زار العراق أخيرا آخر انتخابات 85% من العراقين الذين يسمع لهم أو من حقهم أن يصوتون لم يشتركوا بهذه الانتخابات ومن اشتركوا بالانتخابات لا يتجاوز 15% ومن الـ 15% الكتلة الأكبر اللي هي الصدرية انسحبت فمن بقي هم الذين فشلوا في الانتخابات وهم من يشكلون الحكومة وهذا الإطار وشكلوا وجابوا السوداني وشكلوا الحكومة وإذا بالأمينة العام للممتحدة اللي هي عدم إثاق يقول السلم العالمي وحقوق الإنسان ومن حق الإنسان نحترم إرادة الإنسان في خياراته الشعب العراقي خياره ضد هذه العملية السياسية وطلع ضدها بتظاهرات وآخرها ثورة تشرين الشباب قتلوهم بالشوارع وجرحوا 30 ألف وقتلوا ألف والاعتقالات ماضية والاختيالات ماضية والكل يعرف وبالأسخار تعرف هذه القضية وركبت بالتوك توك وقعدت فياهم وتعرف كل هذه التفاصيل وبخلاصاتها التي تقدمها لمجلس الأمين تحدثت عنها الموضوع أكثر من مرة لكن عندما جاء الأمين العام الأمم المتحدة وجدنا صورة مبكية مضحكة أمين عام الأمم المتحدة يحمل هذا الميثاق ميثاق السلام وخيارات الشعوب واحترامها والديمقراطية وهذا الكلام الكبير وإذا به يقف مع مجموعة زعمان ميليشيات زعمان ميليشيات الخزعلي وغير الخزعلي وهالشكولات هذه الغريبة العجيبة التي قتلت العراقيين ومتهمة من قبل العراقيين وقتلت من طالبه بالديمقراطية والحرية هكذا الحال إذن تعطيك صورة أن هذا العالم مقتنع بهذه التجربة الأمريكية الرثة التي جاءت بالعراق بالخراب والدمار بهذه الطريقة مقتنع مجبر بالهراوة الأمريكية نعم كلنا نعرف أن الأمم المتحدة هذا المبنى الزجاجي في نيويورك ملكة للولايات المتحدة الأمريكية الهراوة الأمريكية مرفوعة عليه ولا يستطيع لا الأمين العام ولا مجلس الأمين يتصرف إلا بالموافقة الأمريكية وهي من دفعت كل هذه القوى بالاعتراف إقليميا ودوليا بهذا النظام الرث الآن اللي موجود بالعراق بهذه الطريقة القبيحة من حكم الميليشيات هي أمريكا ودعك من كلام هؤلاء الميليشيات الذي يقولون نحن ضد أمريكا وعمل ريد الأمريكان أي كذبة كبيرة هم يعرفون لو لا المضلة الأمريكية لسقطوا وأمريكا من تحمي هذه التجربة ما هي هذه التجربة؟ هي هذه التجربة الفاسدة المخربة المدمرة إذن ما قلته في البداية النقطة الأولى أن هذه التجربة أمريكا أرادتها ولم تفشل بها وكانت ناجحة وحققت نجاحها وهؤلاء الذين يحكمون العراق لم يكتبوا لا دستور ولا عملية سياسية ولا هذه الطريقة هؤلاء جاءوا لرعاية هذا المشروع وما زالوا يخدمونه رفعة زبيدي الآن بعد هذه التجربة من العشرين سنة وهذا النظام وما آل إليه من خوار ومن نظام كسيح الحقيقة كأنه فقط يتنفس لا حياته له فقط أنه يتنفس هل بقيت من أسباب وعوامل الاستمرار في العراق بعث الأمل في نفوس أصحابه والمشاركين فيه أن يقوى يستعيد قوته يقف على قدميه هناك ما نتحدث أن حكومة السوداني الحقيقة هو يعني النزع الأخير لها العملية السياسية في طور الاحتضار الطلق الأخير حكومة السوداني وبعدها الطوفان الذي سيجر في هذا النظام السياسي كما تتحدث تقارير والمراقبون العراقيون بقت أسباب له تعيد له الحياة نعم تخادم المصالح الأقليمية والدولية ولا تنسى هناك ملف إيران النووي وكذلك تدخلها في دول الشرق الأوسط العراق لبنان سوريا واليمن يجعل من العراق ورقة من أوراق المساومة وإيران حقيقة بارعة في هذا الموضوع في سياسة المكر والخبيعة مثلا تسوق شخص مثل مصطفى الكاظمي يكون رئيس الحكومة مواقة يحاول أن يمتص زخم أو تشدد أو خناق إدارة ترامب على إيران وفي أيضا يأتي مثلا محمد الشيع السوداني يتودد ويتقرب إلى دول الخليج وكذلك يقدم مشاريع مع الأردن ومع مصر من أجل أن تبقى حالة من التوازن في الحاجة الدولية الإقليمية إلى العراق يعني تصور أن مثلا الدولة خليجية مهمة كانت تراهن على مصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري للأسف دائما هناك جريمة ترتكب ما زالت وهي إعادة تأهيل العملية السياسية هذا ما يحدث بالعراق أستاذ ماجد الأحزاب الحاكمة الجحوش الأحزاب الحاكمة وكذلك نقطة أستاذ على قضية المراهنون على العملية السياسية هناك من يقول أو من يعتقد العملية السياسية يريدون أن يجاروها ويصلحوها من الداخل من الخارج لأن ذهاب هذه العملية السياسية معناها إلقاء العراق في أتون المجهول المجهول الذي قد لا تحمد عقباه وقد يخرج عن السيطرة لذلك نقبل بالعملية السياسية على علاتها عسى أن يصلح ويقوم حالها بالمراهنة على الزمن هي المشكلة هم يعني الفاعلين المؤثرين في الوضع في العراق اللي هما طبعا إيران تقف في مقدمتهم دائما خلقت أزمات متعددة في العراق بحيث أنه من الصعب أن تسيطر على الوضع الأمني في العراق إذا ما تم تغيير العملية السياسية في شكل معين لذلك العقلاء مننا نحن القوى والشخصيات الوطنية كان الأجدر بنا نتيجة أحداث ثورة تشرين 2019 أن نلتئم ضمن مضلة الحوار الوطني وأن يتمخب عن الحوار الوطني تجمع للقوى والشخصيات الوطنية وننفتح في الحوار مع الدول الأقليمية والدولية المتأثرة من السياسة الإيرانية سواء كان في الخليج وكذلك في تهديدها للمصالح الاقتصادية الأمريكية للأسف هذا التقاعس مننا نحن يعتبر أيضا سبب من أسباب التمهيد لعادة تأهيل العملية السياسية ولذلك أنا أختلف في مسألة أن تحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية فشل ما عرف بالتجربة الديمقراطية المعودة في العراق طيب هذا يعني أن نحن لا نحمل البيئة العراقية الحاضنة من خلال الأحزاب التي جاءت إلى الحكم وكذلك إيران وربما دول أقليمية أخرى كان من مصلحتها أن تشعل فتيل الحرب أنت لا تنسى يعني ملف خطير اللي هو تفجير المرقدين في سامراء 2006 وباعتراف أحد أعضاء مجلس النواب من التيار الصدري أن إيران هي المتورطة في هذا الموضوع هذا يعني أن هناك أزمات حقيقية في العراق يفترض بالعقلاء من القوى والشخصيات الوطنية أن يركزوا على موضوع الحوار الوطني لكي نختصر زمن المعاناة عمو العراق استاذ ظافر الآن يعني بعد عشرين عام هل تعتقد أن الولايات المتحدة استنزفت واستنفذت كل أدوات دعمها ومؤازرتها ومساندتها لهذا النظام الذي يعني وتظل الكثير حقيقة من التقارير الغربية في الصحافة الغربية في مراكز البحوث متحدثين أن هذا النظام الحقيقة لا يرجى له يعني التعافي هذا لا طائلة منه هل تعتقد أننا في لحظة استنفذت وبالتالي قد ترفع يدها عن هذا النظام في مرحلة لاحقة ربما ليس على المدى القريب لكن على مدى بعيد أكيد يعني أنا أتفق لكن هل استنفذت لا الولايات المتحدة لم تستنفذ أن هناك مسألة الاستفادة من القرصة هناك ظروف إقليمية ودولية تحتم على الولايات المتحدة تغيير بوصلتها أحيانا من أجل يعني أهداف أخرى أكبر الوضع في أوكرانيا يحتم على الولايات المتحدة أن تكتسب أو تهدد أو تتعامل مع هذه الميليشيات التي تحكم العراق كما قلت أنا في البداية هذه الميليشيات ساعية للسلطة وليست للدولة وليست لحماية الدولة لذلك نرى أن هناك تفاهمات من أجل تحييد هذه الميليشيات من خلال دعمها من خلال الدعم الأمريكي لحكومة السودانية التي نعلم جميعا أن كثير من وزراءها هم قيادات يعني لميليشيات مسلحة أو هم مواجهات سياسية لهذه الميليشيات مسألة الأخرى أن عملية وصول إيران التي تحاول جاهدة إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق العراق وسوريا عملية مستمرة والولايات المتحدة طبعا لا ترغب بهذا الأمر لأنه سيصبح بإمكان الغاز الإيراني الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط منتجات إيرانية أسلحة وما إلى ذلك لذلك الوضع يحتم الآن على الولايات المتحدة التهدئة والتعاون طيب خلينا أسألك سؤال قبل أن نعرف في الدقاق الأخيرة ما الذي بقي أو في ذهن الولايات المتحدة الأمريكية وتريد من هذا النظام لم يتحقق لها عشرين سنة من التدمير حصاد مر لا حاجة لي يعني أسر ما الذي بقي لهذا المشروع أن يقدمه الولايات المتحدة الأمريكية العملية السياسية العراق بلد استراتيجي موقع استراتيجي لن تتخلى عن الولايات المتحدة الأمريكية أنا كتبت في عدة مرات هناك تقرير لمؤسس لمعهد راند المشهور جدا في تقديم الاستشارات ورسم السياسات الاستراتيجية الأمريكية نشرت بعضا من عندها نشرت تقييم لوجود الولايات المتحدة في العراق جزئيا أو بشكل كامل أو بشكل جزئي يعني لن تتخلى الولايات المتحدة عن العراق مطلقا قد أكيد هناك طبعا هناك تدخل إيراني هناك دعم روسي هناك صراع روسي إيراني أمريكي في المنطقة عملية تهدئة أو ترك العراق غير واردة لكن ممكن أكيد وأكيد أن الولايات المتحدة تتخلى دائما عن صنائعها عن مرتزقتها الذين تضعهم في سدة الحكم توصلهم إلى سدة الحكم سواء بعد 20 سنة أو 30 سنة وهذا ما حصل نحن نعلم أن أمريكا دعمت الكثير من الأنظمة تسليحيا واستخباراتيا أنظمة ديكتاتورية قمعية وبالتالي سقطت أو أسقطتها الإدارة الأمريكية شكرا فقط أريد أن نوه أنه ضيفنا الأستاذ ظافر الشمري مشكورا الآن هو في الخامسة فجرا بتوقيت سدني وهو معنا في هذا الحوار طبعا وهو أيضا مريد دعانا بالشفاء أنا أشكرك أستاذ ظافر شكرا جزيلا وتقدر تأخذ راحتك ممنون جدا إليك شكرا لجهودك معنا تسلم ممنون دكتور أهلا 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 أستاذ ظافر دكتور رافع الآن هذه التقارير التي تتحدث عن كارثية الوضع في العراق ومنها تقارير مجلة بروسبكت البريطانية رسمت صورة قاتمة عن الوضع في العراق ومستقبل هذه الأصوات الناقدة التي تتحدث عن وضع كارثية في العراق هل يمكن أن يبنى عليها شيء سياسيا في أن تغير أمريكا بريطانيا وهما الدولتان الرئيسيتان في الغزو ممكن أن يتغير موقفهما من العملية السياسية أستاذ ماجد أما أيضا اسمح لي قبل أن نجيبك على هذا أريد أن أعقب على قضية يعني أنا ليست مع من يتهم القوى والشخصيات الوطنية بتخسيرها في أنهم اجتماعات ما وصل الصوت أنا مطلع وما تحدث به دقيق جدا وأعرف يعني مطلع بشكل أكيد نعم عن القوى الوطنية التي طرقت كل أبواب الدول طرقت بقوة وبكل الوسائل لم تفتح لها الأبواب حتى وأقول لك أوضيف أيضا قوى وطنية كثيرة تريد أن تعقد اجتماعا بسيطا لمناقشات بسيطة لم تسمح لها الدول في عقد مثل هذا الاجتماع هذا كل يؤكد مرة أخرى أنه هناك هراوة مرفوعة في كل هذه الدول لأنه الوضع في العراق ودعني أقول هذا الوضع في العراق ليس وضعا مخفيا يعني ليس امرأة وجيت وعملت لها عمليات تجميل وغيرت شكلها وخشمها وعيونها وما عرف شنوه وبدلت شعارها وشكلها شكل آخر وقد تغيب عنك الصورة لا شكل الوضع في العراق شكل بائس وواضح للجميع وكل المؤسسات الدولية تكتب عن وضع العراق بشكل واضح الأكثر فسادا الأكثر خرابا أسوأ مدينة في الدنيا بغداد البلد بها لقد فقر هذا كلها تجربة واضحة للجميع سواء دول الخليج سواء دول الإقليمية دول العالم كلها تعرف هذه التجربة وتعرف هذه التجربة بائسة وتعرف موارد العراق وقد دخلت للعراق وقد استثمر في العراق لبناء العراق وبناء بنات تحتية يعرفون كل كذب ويعرفون الفساد ويعرفون الفاسدين وأموال الفاسدين تذهب إلى الدول الأوروبية والآن في بنوكم هذه كلها يعرفوها الصورة لكن هناك اتفاق بالهراوة الأمريكية أنه لا يتفتح الباب وأعود مرة أخرى إلى سؤالك هل يمكن أن يبنى شيء على هذه التقارير؟ هذه التقارير قرأنا مثلها الكثير ونقرأ مثلها الكثير وكل يوم تظهر هذه التجربة لا يمكن لذلك أقول هذه التجربة القبيحة التجربة الدموية تجربة الخراب لا يمكن تغطيتها بعباءة بأحاديث عن الديمقراطية بازدهار بكذب لا يمكن الوضع واضح في العراق واضح ولا يعني بلد وراء عشرين سنة كهرباء ما بيطنع الساعة ما تقدر توفر لكهرباء وانتصارف عليها أكثر من 81 مليار دولار كما يقولون هم يقولون نحن صرفنا 81 مليار دولار وين ذهبت هذه؟ كلها بالفساد والقراب ووزراء متهمين والكل ورؤساء وزارات والكل جايين وطائفين وقتلوا هلقدوا المقابر في العراق أكبر مقابر بالدنيا صارت في العراق بدل ما تكون بها أكبر حدائق أكبر مصانع أكبر ملاعب أكبر جامعات بها أكبر أكبر مقابر هذا كل نتاج لهذه التجربة العقيمة هذه كلها يعرفها العالم فبالتالي الكتابات هذه لا يمكن أن تغير شيئا إلا إذا مصالح الغرب تغيرت تغيرت بوصلتها عندما تتغير البوصلة وأقول لو كانت بوصلت مصالح مصالح الأمريكا والغرب والغرب لم تكن مع ما يسمى بالمعارضة العراقية هل كانت هذه المعارضة تستطيع أن تعقد اجتماعا في لندن وصلاح الدين ومعرف وين وسوى معارضة وتجل العراق وتسلح ناس ومعها جيوش وتدخل لا هذه المباركة الأمريكية هذا المشروع هو هذا المشروع المشروع يجب أن يتغير المشروع عندما مصالحهم يعني بوصلتها تتغير سيتغير كل هذا ويتغير بشكلها لكن هذا يبقى التعويل ليس هنا التعويل على الشعب العراقي وهذه نقطة نحيلها على ضيفنا في أمريكا أستاذ رفعت المجلة البروسبكت في التقرير عن العراق قالت أن الحاضر في العراق معتم والمستقبل قاتم في نظر العراقيين والمسؤولية تتحمل حمل بالكامل حملت للولايات المتحدة الأمريكية وغزوة كما تفضلت أنت قبل دقاء كيف يمكن الخروج من هذا النفق أقصد وطنيا وشعبيا ما هو المطلوب وطنيا وشعبيا نعم هذا السؤال المهم ويقودنا إلى موضوع الذي طرحته حضرتك على الضيف من يفرض على الولايات المتحدة وبريطانيا تغيير البوصلة زمام المبادرة كما هي عند القوى السياسية الحاكمة ومن مصلحتها البقاء في السلطة أو إعادة تدوير السلطة من خلال من يخرجون من عباءتهم كما أشرت في اسمينهما مصطفى الكاظمي ومحمد شيع السوداني الطرف المقابل التي هي القوى والشخصيات الوطنية خصوصا التي تعيش خارج العراق هذه تتحمل جزء من المسؤولية لأنه كما هناك تخادم في المصالح بين المعارضة العراقية قبل العام 2003 والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترفض حتى استقبالهم والحديث إليهم ولكن وصلت في تلك الفترة إلى نقطة أنه يجب احتواء هذه القوى وهذا هو السؤال الذي يطرح أيضا هل يمكن أن نكون نحن كحلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية وليس عملاء أي أن نستفيد من تجربة المعارضة العراقية التي تحولت إلى عميلة للمشروع الإيراني في العراق وكذلك تقدمت كثير من التنازلات التي تتوافق مع المصلحة الأمريكية في العراق هل يمكن تخادم المصالح يا عزيزي هو النقطة المهمة أنك تععى عليك أن تعرف كيف أولا تخاطب الرأي العام في العراق والشعب العراقي صدقوني يتطلع إلى القوى والشخصيات الوطنية المعارضة أنا أتحدث عن الحقيقية وليست المصنعة أو التابعة إلى أحزاب السلطة العراق نعم النقطة الأخرى أيضا أن الشعب العراقي أيضا يتحمل جزء من المسؤولية يعني أستغرب عشرين سنة ألا يكفي أن العراقيين أن أن يراجعوا هويتهم المذهبية والعشائرية وأن يتحدثوا بنفس وطني وأن يبحث نفعت أنا أعتذر منك لأن الحقيقة انتهى الوقت أشكرك شكرا جزيلا في اختام هذه الحلقة يا مشاهدين الكرام لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي كان هنا معنا في الستوديو وأيضا أشكر ضيفنا من مشيقا في الولايات المتحدة رفعة الزبيدي كاتب الباحث السياسي وأيضا نشكر ضيفنا ظافر الشمري الخبير في مجال مكافعة الإرهاب وكان معنا من سيدني في أستراليا كما أشكركم مشاهدي الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر